تروية ما هو يوم التروية نعم يوم التروية وهو اليوم الثامن وهو اليوم الأول من أيام الحج وفي هذا اليوم الثامن الذي يصادف هذا اليوم وهو يوم أغر نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميناء فمن كان قد تمتع من الصحابة بأن طاف وسعى وحلق وكان متمتعا فإنه يحرم في هذا اليوم المشروع له في هذا اليوم أن يحرم بعد زوال الشمس ويصلي الحجاج في هذا اليوم يوم في ميناء يوم التروية صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع وكذلك يصلون في مشعر ميناء يصلون فيها صلاة الصبح صلاة الفجر يوم عرفة وإذا طلعت الشمس فالمشروع لهم أن ينصرفوا إلى عرفات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأنه كان في السابق تجلب المياه إلى هذا الوادي فلم يكن في ميناء أماكن لوجود آبار أو وجود فكانوا يجلبون من مكة المياه ويروون الحجاج فسمي بيوم التروية على أصح ما جاء في سبب التسمية والمبيت في هذه الليلة هو سنة من السنن وأهل العلم حين يفرقون بين السنة والواجب والركن فإنهم يعمدون في ذلك إلى أن بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يترك فإنه لا يؤثر على صحة الحج وهناك أمور إذا تركت فإنها تؤثر على صحة الحج كترك الأركان ترجمة نانسي قنقر